مساء الخير مشاهدين الأعزاء وفيديو لايف جديد على في الجول نتكلم فيه طبعا عن أهم أحداث اليوم وبالتأكيد ما كانش فيه أهم من مبارتاي الأهلي والزمالك اللي اتلعبوا النهاردة وإيه اللي فيها فاز الأهلي على الجونا والزمالك اتغلب بشكل مفاجئ من قدام أمبي طبعا مستنين أسئلكم مستنين تعليقاتكو علشان نتكلم سوا فيه اللي حصل فيه المبارتين وخلونا الأول نبتدي طبعا مماشر الزمالك اللي يعتبر المفاجأة الأكبر لأن في الآخر الأهلي يكسب الجونا آه طبعا الأداء والعرض وريني فييلر والاستمرار فيه التقلق مع المدرب السويسري جديد حاجة جمدة جدا لكن بالتأكيد مش مفاجأة أن الأهلي يكسب الجونا على عكس نتيجة مبارات الزمالك وإمبي المشكلة الأساسية اللي ممكن الواحد يشوفها في مبارات الزمالك وإمبي بالنسبالي هي غياب الأساسيات بمعنى أن الفريق مسيطر في الدقيقة في الدقائق الأخيرة بيلعب قدام أمبي اللي مرهق جدا خلاص والترقبين عليها أن هي ابتدت تستسلم بدنيا منطقة الجزاء ابتدوا يخسر فيها الالتحامات وكل حاجة مهيئة أن الزمالك ممكن يسجل الهدف الثاني لكن في نفس اللحظة دي بدل ما الزمالك يجيب جول بيخش في جول بيخش في جول بلاعب واحد واقف في وسط ملعب الزمالك ومفيش عليه أي رقبة الملافعين واقفين بيعملوا إيه بالزبط؟ يعني من الأساسيات والمبادئ بتاعت أي تاكتكس في الدنيا أن في وقت الهجمات المرتدة لازم يكون محطة اللعب الأساسية لفريق زي فريق أمبي ده مراقبة رجل لرجل عشان ما يترملوش كرة عالية وتتخلق الفرصة زي ما شفناها لنت مسك رجل لرجل ولا أنت عامل دفاع متأخر ولا المدافعين دول كانوا مثلا مشاركين في الهجمة قدام فما كانوش موجودين في أماكنهم فتقدر تلقى لهم عزر فكرة غياب المبادئ دي المبادئ التاكتكية الأساسية عن دفاع الزمالك هي اللي بتخلي الواحد يسأل هو الرجل كان بيعمل إيه في فترة التوقف طبعا ميتشو نفترض أنك تحكم عليه بثلاث أربع عوامل العامل الأولاني حالة اللاعبين هل حالة كل لاعب في الفريق هي حالة مثالية ولا لا هل هو قادر يوصل كل لاعب لحالته المثالية ولا لا في الحقيقة لا لأن دي نقطة واضحة جدا كانت فيه أداء معظم لاعبي إزا مالك سواء الأساسيين أو الغائبين الحاجة الثانية هل هو قادر يواجه المواقف الصعبة زي حالة الإصابات ولا لا في الحقيقة برضو بلاقي هنا لغز كبير جدا عند ميتشو يعني مثلا محمد حسن في وسط الملعب لما بتحاول تستبدله لازم تستبدله بلاعب عنده نفس الإمكانيات أو نفس الصفات خلينا نقول مش الإمكانيات مستحيل تلاقي مثلا حد عنده إمكانيات طريق حامد لكن لما بختار بديل طريق حامد لازم يكون عنده الصفات بتاع الطريق حامد اللي هي القوة الجثمانية القدرة على استخلاص الكورة ما ينفعش يجيب أي حد ياخد مكان طريق حامد وبالتالي أنت بتحاول أنك تلاقي أقرب حد ليه الصفات دي فلما محمد حسن يخرج واللي بقى بياخد مكانه حزم أمام غريبة لما تبقى بتتكلم على أن الفريق بقى كوحدة واحدة ودي تلت نقطة بشوفها غريبة شوية برضو في الزمالك مع ميتشو الفرقة كوحدة واحدة لما تلاقي ما فيش مبادئ بتتنفس قوي في أرض الملعب يعني إيه مبادئ بتتنفس في أرض الملعب خلينا بقى ننقل على ماتشو الأهلي قبل ما نبتدي نسمع التعليق مبادئ دي اللي حطها مثلا واحد زي رينيفاير بمعنى أن في أي وقت لما كان رمضان صبحي بيلعب مع علي معلول بتلاقي دايما علي معلول فاتح على الخط يبقى رمضان صبحي في العمق رمضان واخذ الخط يبقى علي معلول لما هيخترق هيخترق للعمق اللي اتنين فاهمين أنه لازم يحصل تناوب في الأدوار ما ينفعش للأتنين يكونوا موجودين على الجابها مع بعض يا إما ساعتها هيبقى العمق فاضي وفي نفس الوقت اللي اتنين هيضايقوا بعض وده اللي كان بيحصلوا للمناسبة أيام لسارتي أو اللي اتنين يخشوا العمق فيكون الفريق مش شادد الملعب بما فيه الكفاية الفكرة بقى بتاعت التناوب في الأدوار دي ما كانتش بتبان في زمالي خالص ما تحسش أن فيه تناوب في الأدوار تحس أن اللي عيبة بتجري ورا الكورة زي كأنهم بالضبط بيلعبوا مش في نادي مش في نادي مش بس مش بس مش في نادي كبير مش في نادي أصلا الأهلي الأساسيات بتاعته هي اللي نخليها أي حد بيلعب فيه غير مكانه قادر ينجح لأن الفرقة بشكل عام بتتحرك صح الفرقة بشكل عام قادر أن هي تاخد قرارات صحة في الملعب وبالتالي سهل جدا أن أي حد ياخد الأدوار وياخد التكلفات لأنه مذاكر وعارف هو بيعمل إيه ناحية الثانية بصراحة زمالك أنا مش عارف مين بيعمل إيه يعني البداية بمصطفى محمد وعمر السعيد ومصطفى محمد يتحرك كتير جدا برى منطقة الجزاء جميل بس مش واضح أبدا أن في حد من وسط الملعب عارف مصطفى محمد هيبقى فين وإمتى يديه الكورة ومصطفى محمد لما يستلم الكورة في المكان اللي هو فيه ده مين هيعمل إيه بعد كده مش حاسس أن فيه تركيبة حصلة والتركيبة دي هي مفترض بتبقى من على صبورة المدرب اللي مش حاسس أن هو بيكتسب ثقة بالعكس هو عمال يضيع في وقت أكتر بيضيع في نقطة أكتر وبيضيع في ثقة مش بس هو نفسه بيضيع كمان في ثقة المشروع بتاعه بالكامل خلونا نشوف التعليقات ونتابع مع بعض كده اللي حصل في مباراة النهاردة على اللايف بتاعه في الجول ونشوف سوا مين بيقول ايه عندنا تلتمية طبعا تلتمية تسعة واربعين كومنت خلينا بس نبقى متفقين ان احنا مش هنقول الإفهات مش هنقول التقصف الجاء يعني ايه في حاجات كده ثوابت مش هنقدر نتكلم عليها مثلا يعني مثلا أول أبو دينا العراقي مش هينفع نقول الكومنت اللي انت كاتبه خالص أمر خلي الكلام مظبوط شكرا يا بيه أحسن من جروس تسعمائة مرة كانش مفهودة أقولها بس لا دي من الحاجات اللي كانت مهمة تتقال ان تقييمنا المدربين مش مفترض في اي حال من الاحوالي ما مبني على الحب والكر ما بقاش مبني على فكرة ان واحد مرضيش يجدد فيبق احنا اللي هنجيبه ده يبقى احسن مية في المية فيش احسن مية في المية ما فيش مدرب بيروح اي نادي ويبقى انتضام النجاحه بنسبة مية في المية وريني فييلر هو موجود الناحية التانية وديك شايف ان التوقعات على فييلر مكانتش عالي قوي لكن في الحقيقة الراجل لحد دلوقتي قد التوقعات او اكتر من التوقعات بكتير كمان هل افضل للاهلي تثبيت طريقة اللعبة 4-3-3 بوجود السلية وعشوره امامهم افشة واحد بوجود السلية ارتكاز وامامه افشة وليد نجم المتش طبعا مرة تانية هي الميزة الاساسية في الفرقة كلها ان ايا كانت الخطة اللعيبة كلها بتتحرك بناءا على تحركات بعض فهم عارفين كويس المساحات اللي المفروض يملوها في ارض الملعب فوليد سلمان عارف امتى يبقى بلاي ميكر وامتى يبقى جناح وامتى يخش منطقة الجزاء علشان يكون مهاجم تاني لكن اللي فارق بقى كمان جدا بامانة ان فيه عدد كبير من اللعيبة قادر يقوم باكتر من دوره يعني امكانياته بتساعده ان هو يعمل ده يعني جونيور اجاهي مثلا واحد من اللعيبة اللي النهاردة كان وهو بيدافع بيخش عمق الملعب يعني كجناح شمال ما بيرجعش على الخط وبيرجع ميل لجوه شوية وده المكان السليم ليه الاجناحة في الدفاع وبيعمله بشكل ممتاز عنده بقى البرجة اللي تخليه لما يرتد الهجمات المرتدة يوصل بسرعة كبيرة جدا وليد سلمان طبعا انت بتتكلم مش بس على خبرة بتتكلم على واحد قادر يكون بلاي ميكر عملها في الفترة بتاع الكارترون قادر يكون جناح مركزه الاصلي قادر يكون اي حاجة انت بتطلبها منه في الملعب فده يدي المدرب حرية كبيرة جدا في انه بغض النظر على مسميات الخطة لكن اللعيبة كلها قادرة ان هي تاخد اماكن بعض وبقى رياحية افشى يقدر يلعب دور الارتكاز كان بيقديه في فترة السلية قادر يلعب دور الارتكاز المتقدم كان بيقديه في فترات طويلة وهكذا ما ينفعش والله حازم وعبد الشافي يلعبه وفين بن شرقي طبعا فكرة بن شرقي ودي بترجعنا مرة ثانية اونجم خلينا اخد اونجم كحالة حتى اكتر من بن شرقي اونجم لعيب كويس جدا على مستوى المهارة وفي مباريات كتيرة لما حتى هو خارج يتبدل انت كنت بتحس ان هو قطع النفس من كتر الجاري يعني الراجل مش مأثر ابدا في الملعب لكن هي النظرية بقى مش بس موهبتك هي الفكرة تطوير موهبتك بمعنى ان بحس ان اونجم عنده مشكلة كبيرة جدا في القرار فقرار امت باصي وامت اجري بكورتي وطول الوقت القرار المسيطر عليه اجري بكورتي فالنظرية دي او النقطة دي هي اللي بترجعني تاني لنظرية ان ميتشو مش قادر يخلي كل لاعب يطلع احسن ما عنده مش عارف لحد الوقت يطور اللاعبين لدرجة جيدة اسهل قرار عنده ان اللاعب اللي معجبنيش في المباراة دي يكون عدكة في الموتش اللي بعده اكتر منه حتى بعد كده لما بتشوف بقى اللاعب من عدك كده انت تفترض ان هو معجبوش فيه تلات اربع حاجات هو مشتغلش عليه هم مطوره مش معملتش فيها اي حاجة واسابه زي ما هو كده فده بالنسبة لي كانت مشكلته او مشكلتي معاه في قصة بن شرقي مين مدرب الزمالك الجديد طبعا ما هنعرفش اصلا لحد الوقت هو اكيد ميتشو هو المدير الثاني فكرة بقى اقالة ميتشو هتبقى سليمة ولا لا طبعا كالعادة هنرجع نقول الجملة بتاعت ان ضيعنا وقت كتير جدا في اتخاذ القرار ده لو كان القرار ده نفترض ان هو يتخذ قبل فترة التوقف بحيث ان المدرب الجديد يكون عنده معرفة كويسة باللعيبة وهكذا يعني دايما مش بس الحكم على المدرب بيكون بالنتايج ساعات الحكم على المدرب بيكون بالاداء ولازم تستشعر اذا كان الراجل ده قادر يرفع من الاداء لو الاداء وحش ولا لأ ده اللي كان الواحد بيقوله دايما مثلا على تجربة مارتن لسارتي يعني لسارتي كان كسبان الدوري بس كان كل الناس شايف ان لأ جايه في احسن حالاته ولا رمضان في احسن حالاته وما فيش ولا لاعب في الاهلي تقريبا كان في حالة جيدة لثلاث اربع مباراة متتالية باستثناء علي معلول وعمر الصلاي فالفكرة كانت هنا هل الراجل ده قادر ان هو في الموسم الجديد يرفع مستوى اللعيبة دي مجلس الدارة الاهلي اقتنع انه اه لعب فشل واتكل على الله فدايما لازم يبقى الادارة عندها رؤية فنية علشان خاطر تقدر تحكم على هل المدرب ده يستحق الفرصة اللي هيخدها التلاتين يوم او الاكتر اللي حصل وتوقف دول ولا لا دربة الجزاء مش دربة الجزاء اساسا ده غير ان انبي بيلعب بعشرة لعيبة بس وليه خرجوا عمر السعيد طبعا الفكرة بتاع دربة الجزاء يعني مش عايز اقول جدلية او مش جدلية في النهاية قررت التحكيم اه احنا عارفين ان في مصر يعني المستوى التحكيمي محتاج يرتقل درجة كبيرة جدا ومحتاج يتحسن درجة كبيرة جدا ومحتاجين كمان نفهم اكتر من لجان التحكيم انتو هتشتغلوا على ايه لتطوير الحكام مع طبعا انتظار الفار اللي الله اعلم هيخش امتا لاهلي مع افايلر ممتع ازا مالك يعاني من غير شخصية الفريق جمال حتا امتفق معك تماما في موضوع شخصية الفريق اللي مش شايفها برضو لحد دلوقت شخصية الفريق دي يعني ايه شخصية الفريق دي معناه ان الفريق ده بيقنع الجمهور ان هو متحكم في المباراة متحكم دي بقى بالمناسبة مش بس معناها ان انا مسيطر او ان انا بهاجم او ان انا بالعب بتمرات انا ممكن ابقى بدافع كويس قوي فانت مقتنع ان انا اللي متحكم في المباراة انا فريق رخم او انا ممكن ابقى بضغطك ضغط عالي و بهاجم فالخصم مش قادر يتنفس فانت بتحس ان اه ده عنده شخصية قوية والفريق هو اللي متحكم او بباصي كويس قوي فما بخسرش الكورة فانت محاسس بكده لكن زمالك كان بيخسر الكورة من عند قلب الدفاع في نهاية الشرط الاولاني كتير جدا لو انش عمل اكتر من تمرير خاطئة استلام لعبي زمالك الكورة في وسط الملعب كان كتير جدا بيتم بشكل خاطئ الفريق مش بيضغط عالي الفريق مش بي يعني احنا قلنا النقطة الاولانية عشان يباني مش بيباصي كويس مش بيضغط عالي مش بيدافع كويس الهدف المبكر جدا اللي جيه منفعش تسيب حد يرفع الاثنين اللعيبة وقفين بتوعز مالك صح او الاثنين راجعين فعلا يقدوا الدور الدفاعي ومعادش فيهم بيقطع الكورة سايبين العرضية تتلعب ليه وحمد النجاس بيدور على مين الناحية التانية في منطقة الجزاء يعني مفترض ان يماسك المان بتاعه يا مغطي المساحة مش تايه مش متوقع لسه هو بيدور على الكورة انت مش دورك كمدافع في قلب منطقة الجزاء تدور على الكورة اللي دوره يدور على الكورة كان قلبين الدفاع اللي موجودين دورك تمسك المان اللي جاي من الزاوية البعيدة الراجل اللي هربان منك فمن بداية من الثانية 22 انت بتتكلم في ان الفريق دفاعيا مش كويس في البساطة في معناهية الشرط الاولاني مش كويس في المستوى الضغط على الخصم مش كويس تغييرات المدرب عليها اسئلة كتيرة فبالتالي هي مباراة للنسيان تماما بالتأكيد للزمالك امبي جميل وربنا يبارك في ميتشو طبعا احنا عارفين ده بيشجع مين عبدالله ابو النصر خالد ابو سلامة مفيش روح ولا ترابط اعتقد دايما موضوع الروح ده يعني بيبان في الالتحامات والكورات المشتركة ما قدرش اقول ان الفريق ما عندوش روح بس تقدر تقول بوضوح يعني ان الفريق غايب عنه الحلول اللي عيبة مش عارفة تعمل ايه بالزبط في الملعب وتجربة خطة ورا خطة ورا خطة وتشكيل ورا تشكيل ورا تشكيل مش هقول بس تثبيت تشكيل لان فيه النهاردة غيابات كتير جدا فعلا مع الراجل بس الاعتماد على بعض الافكار التكتيكية الجديدة زي الوجود اتنين مهاجمين مفهمش حد عارف هيعمل ايه لما ينزل يستلم الكورة في الاخر في وسط الملعب دي اللي كانت بالنسبة لي غريبة جدا كلام تمام وميتشو تخدع في نفسه شوية احمد ماهر برضو فكرة ميتشو تخدع في نفسه دي هي بالنسبة لي انا بقى اغرب حاجة عن ميتشو يعني اللي يشوف الفرقة يشوف الزمالك في مرشات الكاس او الميتشو ميسك يقول للرجل ده هيطلع نار من بقه والفرقة دي هتقدر تكسب كل الخصوم بلا اي مشاكل فريق بيضغط عالي بيسيطر على المباراة او بيتحكم في المباراة عن طريق الضغط العالي ده والدبل برسنج دايمند اللعيبة حفظة اماكنها بين شرقي نازل بليميكرش كبالة نازل وينج رايت الفرقة عارفة كل واحد عارف مكانه وبالتالي عارف واجباته وبالتالي فيه ترابط وهارموني كويس قوي فجأة انت بشوف كل ده بيتشقلب مش مختنع ببن شرقي بيغير المهاجمين بينزل مهاجم يلعبوا مرة جناح المرة اللي بعده بيلعبوا صنع العاب المرة اللي بعدها بيلعبوا راس حربة المرة اللي بعدها ما بينزلوش خالص متفهمش تاهت منه العملية ليه انا كنت شايف مبرر لان الدنيا توهم ميتشو بالعكس كنت شايف ان المفترض السهم يطلع لفوق لكن ده ما حصلش خالص يعني حسام سمير يا ريت مدرب الزمالكي كامل عرفنا انت بتشجع مين يا حسام معظم لعبت الاهل التوارد مع ده محمد هاني وخصوصا في عرضياته ده هاني إبراهيم طبعا ممكن جدا تقول ان كل معظم لعبت الاهل التوارد دي جملة صحيحة مية في المية محمد هاني اعتقد ان محمد هاني جاي اكتر يعني انا شفت في شوط الاول من ماتش النهاردة التحركات كويسة جدا لمحمد هاني في ناحية اليمين فكرة العرضيات هي اه طبعا هو علي معلول بيخلي اي حد ناحية تانية شكله مش كويس قوي قدامه هاني محتاج يشتغل على العرضيات لكن الميزة اللي موجودة في المدرب ده في ريني بايلر ان اللعيبة بيبقى عندها حلول كتير جدا في ارض الملعب وبالتالي هتتفرج على تنوع كبير لهاني وهاني سنه يخلينا نقول لا لسه فيه فترة وفرصة ليه ان هو يتطور وبالتالي من الصرعش فيه الحكم عليه الزمالك تايه اول دقيقة وغير مركز اخر دقيقة فيلر ابدع مع الاهلي محمود فارس حبيدة منتفق معاك تماما وده اللي خلاني اقول مبادئ انت بتكلم في الزمالك المبادئ بتقول انك وانت بتدافع فيه اول دقيقة انت لسه مليان طاقة ولسه ما فيش اي حاجة تخليك مش مركز لا حمدي النجاز ولا الاتنين اللي بيلعبوا في جابهة الشمال وفي اخر دقيقة انت بتهجم بكل ورقك وبالتالي هي ملاش غير حاجة من اتنين يا اما منتو من مع المهاجم الوحيد اللي واقف قدام من امبي يا اما بتلعب بواحد قريب منه وواحد بيعمل الكوفر عليه انما يتسب راحته خالص كده يعني ما كانش فيها عالقل مبادئ فعلا يعني من اللي يعوض حمدي فاتحي النهاردة انا توقعت ان الاهلي او تخيلت ان الاهلي هيعاني من غياب الارتكاز الصريح وحسام عشور ابطأ شوية في الوقت الحالي من انه يكون اساسي خلاص مع الاهلي قدام ريني فييلر تحديدا وكور في ريني فييلر السريعة فتخيلت ان الاهلي ممكن يعاني لكن في الحقيقة معرفش اذا كان الجونة برضو ما كانش شرس بما يكفي بسبب غياب عديد والعديد من اهم نجومه في الملعب ولا هو فعلا الاهلي قدر ان هو يتخطى غياب الارتكاز عن طريق ان الفرقة تقريبا من فقدتش كورة هي مشكلة الارتكاز غياب الارتكاز اللي زي حمدي فاتحي الرئيسية بالنسبة لي ان الاهلي وهو بيهاجم لو تقطعت منه الكورة هيبقى فيه صغارات محتاجة واحد بيعرف يرمي نفسه في النار عنده السرعة والقوة كمان اللي تخليه يعمل كده انما طول ما الاهلي مسك الكورة هو ما فيش خطورة وما فيش مش هقولي احتياج بس ما فيش قلق من اللاعب مش ارتكاز دفاعي صرف ياخد المركز ده النظرية بقى ان الاهلي في كل مرة كانت معك كورة ما كانش بتقطع منه فده اللي خلاك تحس ان الاهلي قدر يتجاوز المباراة دي لكن عموما اي خصمة هيلعب الاهلي بقى بكورة طولية ويغلس على الاهلي بانه يلعب لعبه مباشر ما يلعبش لعب على الارض ممكن يخلي الارتكاز ده لازم يكون ارتكاز قوي قادر ان هو ياخد الكورة العالية ويخش اخناقات والاتحامات يعني فربما هنا وقتها تبقى محتاج شخصية مختلفة عن الاتنين اللي كانوا موجودين نهارده سواء السولية او مجدي افشا بس مين مش عارف يعني هو القايمة ما فيهاش غير حسام عشور لكن عموما فيلر قادر على ان هو يطور من مستوى السولية شوية في الحتة الدفاعية او ان هو يلجأ لحل تكتيك يبقى مختلف شوية زي ان هو يوظف حد في المكان ده رأيك في فيلر والاهلي وتوقعاتك للماتش الجاي مع النجم اتكلمنا عن فيلر فعلا اهم حاجة فيه مع الاهلي فعلا ان فيه مبادئ سبتة وبالتالي اي لاعب بينزل ارض الملعب هو عارف كويس قوي دوره والمساحة اللي بيتحرك فيها وامتا يسيب المساحة دي لزميله وامتا يستغلها وياخدها على المستوى اهم نقطة بالنسبة لي في فيلر ان اللاعب اللي بيجيب 7 من 10 هو مع فيلر ما بيجيبش أقل من السبعة دي يعني الراجل هايل في حتة انه يخلي اللعيبة عالية بتجيب اخر مستواها وفي نفس الوقت بيثبت المستوى الكبير اللي بيوصل له تقييم لازم يبقى اخر الموسم طالما ارتضينا يدرب الزمالك ابراهيم الشيخ انا متفق معاك في حتة ان التقييم يكون في اخر الموسم اذا كنت حاسس ان الراجل ده مشاكله هو قادر يعالجها لكن لو حاسس ان مشاكله هو مش قادر يعالجها يبقى انت بتخسر وقت اكتر من كده كتير ومفيش حاجة ثابتة في الكورة بمعنى ان ريال مدريد مثلا لما جاب زيدان في نص الموسم كسب في اخر الموسم دوري ابطال اوروبا لا زيدان كان عنده الخبرة الكافية ولا الفرقة كانت عندها استقرار فني لان كان لسه مدرب ماشي ومدرب جديد جاي والفرقة معرفة بنيتسكات وصلت لمرحلة صعبة جدا من الخناءات والمشاكل يعني فمفيش حاجة ثابتة يعني الكير تكره هو كسب وبعد كده فيه ناس كتير بتقول مدرب المؤقت دايما بيفشل لما بياخد المسئولية كاملة زيدان كسب بعدها دوري ابطال اوروبا سنتين كمان غير السنة دي فمفيش ثوابت في الكورة بمعنى اضاق من اللعب الرجيستة في نص ملعب الزمالك مفيش ده من ضمن الاسباب محمد شبانة محمد شبانة طبعا فكرة ان الزمالك بيلعب عنده غيابات اه يعني بازي هتحصل لكل الفرق هي النظرية هنا ان انا ممكن اغير الخطة لو انا ما عنديش حد يملى مكان مثلا طريق حامد او لو ما عنديش حد يملى مكان فرجاني بمعنى ان لو فرجاني مش موجود يبقى معناها ان ما فيش بلاي ميكر يقدر يصنع اللعب من على حدود المنطقة بكورات طولية يبقى مش هنلعب كورات طولية او مش هنلعب كورات مباشرة يبقى ساعتها لازم الجناحين يضموا للقلب يلعبوا ادوار صنع العاب او ان يبقى فيه ارتكاز واحد وقداموا صنعين لعب مش صنع لعب واحد دايما فيه حل تكتيكي علشان تتغلب على مشاكلك بذات ان المشاكل بتاعت الغيابات دي بتقاف مطش مطشين تلاتة حد ما بيجي لك موسم انت قلات كمان جاي قريب ممكن تحاول تتحرك فانك تعجز عن الحل دي مشكلتك كمدرب وانك الاهم من كده بقى تلعب كورة مش مناسبة للعبتك دي مشكلة اكبر بكتير هل الاهلي هو حلو قوي ولا الاندية اللي قدام وهي الوحشة قوي وفي الحقيقة الاتنين يعني الاهلي حلو قوي الجونة النهاردة كان مفتقد لعناصر كتير جدا وما كانش في الملعب اصلا يعني فعليا كان المستوى اقل بكتير جدا 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 ممكن حد من زمالك يقول لي انه هياخد الدوري الاهلي ده نعمة وليد كابو طبعا خد بالك ان الحل بيتغير بسرعة جدا في الكورة فالاهلوية كانوا قلانين من ريني فيلر اول ما جاوز ملكاويها كانوا فرحانين بميتشو دلوقتي العمالية يتعكسك ما تعرفش بقى ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل مهم انك تفضل ما تحكمش على التجربة الا في نهايتها واللي يحكم عليها برضو من الادارة بقى لازم يكون حد عنده دراية شوية بالحاجات اللي احنا ما نعرفهاش احنا ما نعرفش هو ميتشو عنده مشاكل مع اللعيبة ولا لا احنا ما نعرفش اللعيبة مقتنعة بقى افكار ميتشو ولا لا احنا ما نعرفش تدريبات ميتشو منظمة ولا لا هم بقى كادارة عارفين كل ده قلت له عندهم الحاجات اللي تساعدهم ياخدوا القرار السليم لمصلحة النادي امتى نشوف صالح جمعة مع فيلر اعتقد ان طالما النهاردة ما كانش موجود في القايمة اصلا ده معنا انك مش هتشوفه خالص مع ريني فيلر اعتقد يعني ايه الحل اللي رجوع مدرسة فن وهندسة تاني مشكلة كبيرة امير رمضان مازينبي بيقولك صباح الفل طبعا ماتشو صعب جدا هيكون جاي اختبار صعب جدا نمع عشان ترجع مدرسة الفن والهندسة بقى السؤال اللي قبله من عبد الرحمن محمد انت كنت قريب قوي مع كريستان جروس يعني انت كنت قطعت 80% من المسافة لعيبة كويسة جدا امكانيات كويسة جدا مدرب منظم جدا اللعيبة كلها في الطوب فورم بسببه فانت محتاج ترجع للحالة دي مرة تانية او ترجع للحالة بتاعت جوزالدو فريرا مدرب قوي زاكي عارفي تطور اللاعبين قافل على فرقته كويس قوي ولعيبة كويسة الزا مالك فرقة كويسة جدا وعندها حلول كتير جدا وعندها مهاجم منتخب مصر وعندها بلاي ميكر ممتازة اشرف بن شرقي وعندها طريق حامد وفرجاني يعني احسن ثنائي ممكن تلاقيه في الدور المصري من حيث التكامل اللاعج عندهم كل حاجة فعليا هي بس العملية محتاج تدار بشكل مختلف شوية او مختلف كتير عن اللي احنا شايفينه في الوقت الحالي ونجم تعبان جدا مو عمارة زي ما اتكلمنا ونجم موهبة كبيرة جدا في الدريبلنج بس محتاج يطور قراراته تطوير القرارات دي المدرب يقدر يعملها يقدر سهلة مش صعبة يعني فكرة ولو عجز بقى عن تطويره ساعتها يبقى يمشي لكن المهم ان الادارة وقتها تكون عارفة ان قرار المدرب ده قرار سليم وفي نفس الوقت عارفين ان المدرب ده حكمه جايد على الامور وفي الوقت الحالي اعتقد انها هتبقى فيه ازمة ثقة كبيرة بين اللعيبة والمدرب والمدرب ومجلس الادارة والمدرب والجماهير كمان مفيش تقدير شكبالة خلص في ملاعب احمد كرم واقف بقاله شوت كامل ومحدش جاب له كرسي بص ان كنتش عايز اقرأ اي كومنتاتي بقى فيها في الاخر افف محشور بس يعني شكا اول مرجع برضه بالمناسبة للزمالك في مباريات الكاس كان طالع بمستوى كويس جدا فكرة انك ساعات بترميف في وقته هو مش جاهز فيه بدنيا فدي برضه مشكلة كبيرة يعني والنقطة التانية شكا لازم ادواره تختلف في الملعب خلاص عن زمان وما ينفعش يكون شكا للناس كلها مستنيها فكرة بقى شكا اللي بلعب يمين واللي بلعب شمال واللي بينزل يبني اللعب والحاجات دي كلها اه هي روح كويسة جدا بس امكانياته اختلفت فلازم المدرب كمان لما بيتعامل مع لعب زي ده يتعامل اصلا بطريقة مختلفة شويتين في الملعب طيب احنا عندنا كومنتات كتير جدا 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 بس احنا ان شاء الله ممكن نفتح مجال اكبر للمناقشة في الفترات الجاية طبعا لسه هنتكلم كمان اكتر عن المباريات وهنتابع لايفات اكتر واكتر مع في الجول في كل يوم في احداث مهمة خليكم معانا على طول وشكرا جدا لكم والتفاعل لكم